كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس خلية الأزمة البرلمانية حسن الكعبي عن قرب وصول 18 طن من المساعدات المختلفة الخاصة بالوقاية من هذا المرض من الصين وقال الكعبي إن العراق سيرسل طائرات خاصة من الخطوط الجوية والجيش العراقي والقوة الجوية لجلب تلك المساعدات وسنكون في استقبالهم بمطار بغداد وشهد الكعبي بالتكافل الاجتماعي الذي حصل في العراق والذي لم يحصل مثيله في كل البلدان